دشن وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح من العاصمة المؤقتة عدن البدأ بتنفيذ حزمة من المشاريع الصحية التي تنفذها جمعية الحكمة اليمانية الخيرية ضمن خطتها للأعوام 2021-2022 وبدعم من جمعية حياة تراث الإسلامي وصندوق يعانة المرضى بدولة الكويت الشقيقة حيث وقع وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح والأمين العام لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية فرع عدن المهدس محمد عبد الواسع على مذكرة التفاهم التنفيذية لقائمة من المشاريع الصحية تشمل محطتين لتعبئة الاكسوجين وعيادتين متنقلتين وتقديم دعم بالأجهزة الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية وكذا دعم مراكز الكلة والسرطان وإقامة مخيمات طبية جراحية مجانية وتنظيم حملة لمكافحة الأوبئة وستنفذ المشاريع في محافظات عدن وتعز وأبيان ولحج وحضرموت وشبوة والحديدة والضالع وإب بدوره أثنى وزير الصحة على وجهود جمعية الحكمة وتدخلاتها في القطاع الصحي والأثر الطيب لهذه التدخلات وللدعم السخي للأشقاء في دولة الكويت الشقيق الذي يكن لهم شعبنا عميق الاحترام أميرا وحكومة وشعبا داعيا إلى المزيد من المشاريع التي تعمل على تقوية النظام الصحي في البلاد وتسهم في تقديم خدمات صحية على قدر من الجودة من جانبها أشهد المهندس محمد عبد الواسع بمستوى التنسيق العالي بين الوزارة والجمعية والشراكة الفاعلة بينهما الأمر الذي انعكس بالإيجاب على مستوى ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حضر التدشيين لإخوة محمد الصماتي مدير الجمعيات والمؤسسات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة وعبد الله سلطان مدير وحدة العلاقات مع المنظمات الدولية وسيم القباطي مدير المشاريع الصحية ومختار الحنكاسي رئيس مؤسسة الخبيل سقطرة ودكتورة كلثوم الناخبي مدير مشروع الصحة والتغذية العلاجية المتنقلة إلى ذلك تفقد الدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة العربات الصحية المتنقلة العاملة في عدد من المديريات استمع إلى شرح من القائمين عليها حول نوعية الخدمات الصحية التي تقدمها للمرتادين عليها من المرضى